السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله في هذا الفيديو سوف نعرض لكم شرح درس قصي قصة قارون للصف السابع الفصل الدراسي الأول طبعا عندنا هنا ملاحظة يحفظ الطالب من 76 إلى 80 أفكار قصة قارون طبعا عندنا تكبر قارون وفغيه على قومه نصح أولي العلم من قوم قارون وإرشاده له عدم استماع قارون لنصائح قومه انقسام الناس حول قارون إلى طريقين عقاب الله تعالى لقارون ونهايته شرح قصة قارون لقد أتى الله تعالى قارونا مالا عظيما يعجز رجال الأرض عن حمل مفاتيحه وقد كان يظن قارون بأن هذا المال حصل عليه إن بقدرته الواحد وإنه المتصرف الوحيد به قال تعالى قارون كان على قوم مسافة بغى عليهم طبعا عندنا هنا لم يكن قارون حريصا على طاعة الله تعالى في ماله بل استخدمه لتجبر على الناس ويبطش بهم وذكرت الآيات بأن المعتدين من قومه حاولوا ثنيه عن طريق التي يسلكه وبأنه لابد من اتباع طريق الاعتدال والقصد في التصرف بالمال وبأن بعض الفرح قد ينسي صاحبه مصدر المال ومنعم النعم وهو الله سبحانه وتعالى إلا أن غروره بماله ونفسه صده عن اتباع نصائحه ونسى أن الله تعالى وهبه المال وله القدرة سبحانه وتعالى على سلبه وإذاقته أنصاف العذاب بينما هو خارج للناس بكامل زينته ذات يوم طبعا عندنا هنا وهنا شاءت القدرة سبحانه وتعالى أن يبين الطريق السليم لهم فخسف به وبداره الأرض ولم يستطع ماله أن ينقذه فسبحان الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويوسع عليه ويقبض ذلك عندنا هنا شرح الآية الآية 76 عندنا معاني الكلمات رجل من قوم مساعداه الله سعة الرزق لهو قارون وكثرة في الأموال تجاوز الحد في الكبر أو التكبر عليه عندنا بغا قوم وهي قوام الكنز مفرد الأموال والجواهر الثمينة وهي الكنوس عندنا مفتاح اللي هي المفاتح عندنا أيضا تثقل أو تميل بهم من ثقلها تنو العصب وهي العصبة وهي جماعة من الناس ذي المفرد اللي هي أولى لا تغتر لا تفرح عندنا التفسير إن قارون كان من قوم مسا عليه السلام فتجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم وآتينا قارون من كنوز الأموال شيئا عظيما حتى إن مفتاحه ليثقل حملها على العيد الكثير من الأقويا إذا قال لقومه لا تتكبر فرحا بما أنت فيه من المال إن الله تعالى لا يحب من خلقه المتكبرين الذين لا يشكرون الله تعالى ما أعطاهم جماليات إن قارون إن مفاتيحه لتنوه بالعصبة إن الله لا يحب طبعا أساليب التوكيد اللي هي الفرحين أساليب النهي لا تفرح نتكلم عن السبعة وسبعين لا سبعة وسبعين التمس واطلب ابتغ ولا تعمل بما يغضب الله ولا تبغي الفسادة في الأرض المصلحين المضاد مضادها المفسدين تفسير عندنا التمس فيها أتاك الله من الأموال ثواب الدار الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله تعالى في الدنيا ولا تترك حظك من الدنيا بأن تتمتع بها فيها بالحلال دون إسراف واحسن على الناس بالصدقة كما أحسن الله إليك بهذه الأموال الكثيرة ولا تلتمس ما حرم الله عليك من البغى على قومك إن الله لا يحب المفسدين جماليات والأساليب وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة وأحسن كما أحسن أسلوب الأمر للنصح وهو الإرشاد الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تبغي الفسادة فيه طبعا هنا أسلوب نهي للنصح للرشاد اللي هي الأرض بينهم بينهما تضاد يوضح المعنى ويقويه اللي هي الآخرة والدنيا أسلوب مؤكد بأن الله لا يحب المفسدين وبكذا انتهينا من الشرح أتمنى أفوا نقوم بإكمال 77 إكمالها 78 هنا المعاني حصلت عليه أوتيته بحسن تدبيري وعلمي على علم عندي عندنا قرن المفرد الآلوم الماضي اللي هي القرون تفسير قال قارون لقومه الذين وعضوه إنما أعطيت هذه القنوز بما عندي من العلم والقدرة أو لم يعلم قارون أن الله قد أهلك من قبله من الأمم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعون للأموال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لعلم الله تعالى بها إنما يسألون سؤال توبيخ وتقدير ويعاقبهم الله على ما عملوا منهم الجماليات أسلوب مؤكد بأن إنما أتيت على علم عندي أسلوب مؤكد بقد قد حلك من قبلك من القرون أسلوب أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون استفهام للتعجب وتهنيبا له أسلوب نفي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون لا ننتقل إلى 79 معاني الكلمات عندنا هنا في مظاهر ترف ونعم في زينته الجمع الدنيا حضوظ جمع نصيب التي هي الحظ تفسير فخرج قارون على قومه في زينته مريداً بذلك إظهار عظمته وكثرة أمواله وحين رأوا الذين يريدون زينة الحياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أعطى قارون من المال والزينة واجه عندنا قارون لذو نصيب عظيم من الدنيا الجماليات سلوب تم يا ليت لنا أو تمني يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون عندنا هنا اسلوب مؤكد بأن واللام إنه لذو حظ عظيم في الآية رقم ثمانين عندنا أهل العلم والفهم السليم أوتوا العلم تحذير لهم مما يتمنون ويلكم كفر مضاد آمن لا يعطى هذه المنزلة في الآخرة إلا لا يلقاها إلا الصابرون من صبر ولم تغره الدنيا بزينتها تفسير وقال الذين أوتوا العلم بأن الله وشرعه وعرفوا حقائق الأمور الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ويلك يقول الله وأطيعوه ثواب الله لمن آمن به وبرسله وعمل الأعمال الصالحة خيرا من أوتي قارون ولا يتقبل هذه النصيحة يوفق إليها ويعمل بها إلا من يجاهل نفسه ويصبر طاعة ربه ويججنب معاصره ننتقي للجماليات ولساليب أسلوب فيه تحذير مما يتمنون ويلكم ثواب الله الخير عندنا أسلوب مؤكد بالنفي لا ولا يلقاها إلا الصابرون عندنا الآية رقم 82 وجعلنا الأرض تغور بها وكنوزه فخسفنا به وبداره الأرض فيأتي الجماعة من الناس اللي هي فيها تمنوا منزلته وغناه تمنوا مكانه سيغة تعجب ويكأن الله يقدر ويضيق المضاد اللي هي يوسع ويبسط يضيق الرزق ويقدر تفضل علينا ولطف بنا من الله علينا التفسير فخسفنا بقارون وبداره الأرض فما كان له من جند ينصرونه من دون الله وما كان ممتعا من الله إذ أحل به نقمته وصار الذين تمنوا حاله بالأمس يقولون متوجعين ومعتبرين وخائفين من وقوع ذابا بهم إن الله يوسع رزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من يشاء منها لولا أن الله من علينا فلم يعاقبنا على ما قلنا لنخسف بنا كما فعل بقارون ألم تعلم أنه لا يفلح الكافرون الجماليات تعبير يجب على سوء الخاتمة فخسفنا به وبداره الأرض عندنا سلوب نفي فما كان لا يفلح بينهما تضاد في المعنى يبسط ويقدر الآية الثلاثة ثمانين المعاني تكبرا وتغيانا لهي علوا ظلما وعدوانا فسادا النهاية الطيبة العاقبة الذين يخشون الله ويقضون وامرة اللي هي المتقين تفسير تلك الدار الآخر نجعل نعيمها الذين لا يريدون تكبرا في الحق أو عن الحق في الأرض ولا فسادا فيها والعاقبة المحمودة وهي الجنة لمن اتقى عذاب الله وعمل الطاعة وترك المحرمات علن الجماليات والأساليب تحبر عن الجزاء الحسن المتقين في الآخرة عناصر قصة قارون قارون أولى علم الذين يريدون الحياة الشخصيات الدنيا عندنا الزمن سيدنا موسى عليه السلام الزمان أرض مصر اللي هي المكان بغى قارون على قومه وكفره بنعم الله اللي هي العقدة خسف الله به وبداره الأرض اللي هي الحل وبكذا انتهينا من شرح قصة قارون أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصب السابع لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر